موسيقى وهلأ رح أخبركم شوي عن الفوت ريفليكسولوجي وشو هي هذه التقنية أو المصطلح اللي احنا كتير قاعدين عم نسمعه بالمنتجات وحتى بمراكز الطب البديل هو عبارة أنه فيه نقاط أو زونس معينة موجودة بأسفل القدم هذه الزونس مرتبطة بأجزاء مختلفة من الجسم ومجرد ما بيقوم الشخص أو اللي بيكون المسؤول أن يعمل الفوت ريفليكسولوجي مساج بضغط على هذه النقاط فنحنا قاعدين عم نعالج هذه الأجزاء من الجسم ولهذا السبب نحنا اخترنا لكم اليوم الفوت مساجر لحتى حياتكم كلها تكون استرخاء مع الفوت مساجر لأنه من خلاله بكل بساطة بتقدروا تحصلوا على مساج بأي وقت وبأي مكان هلأ خلينا نتعرف مع بعض على الفوت مساجر وكيف التكنولوجي والتقنية اللي قاعد عم يشتغل فيها مثل ما شايفين هيدا هو شكله كتير حلو أنياقة بنقدر نحطه أي مكان بنقدر نحطه بالبيت بنقدر نحطه بالمكتب والخبرية الحلوة أنه وزنه كتير كتير خفيف مثل ما أنتوا شايفين هلأ أنا حملته بكل سهولة بقدر نقله بالبيت بقدر أحمله معي من غرفة النوم للصالة وهكذا كل الأشخاص بالبيت بقدروا يستخدموا هلأ خليني أعرفكم على الفوت مساجر وكيف هو بيشتغل أول شي لازم نحنا نحكي عن التقنية لأنه عن جد بيستخدم تقنية كتير مميزة وهي تقنية الضغط والإنسيا فنحنا عنا هون من جوة عم نعمل الضغط وعنا جزء السفلي بيستخدم تقنية الرولينغ اللي هلأ رح فرجيكم إياها عنا هون زر الان بنقدر بكل سهولة نشغل الفوت مساجر كمان عندي كل الأزرار واضحة بكل وضوح عندي بلوحة التحكم هلأ بس أنا شغلت الان بقدر بشوف بكل وضوح التقنية اللي أنا عم بحكي عنها عندي تقنية الضغط وكمان عندي هون تقنية الدوران طبعا نحنا أكيد شايلين الجزء الداخلي من الفوت مساجر لحتى نفرجيكم بالضبط التكنولوجي اللي عم يستخدمها كمان في شغلة كتير مهمة إنه نحنا بنقدر نتحكم بالسرعات عندي ثلاث سرعات بمجرد ما أشغل الفوت مساجر فأنا بيكون الفوت مساجر موجود على السبيد أو السرعة الأولى بقدر هون من زر السبيد أتحكم بقدر أرفع بس أحطه مانيول بس أزيد هلأ زادت السرعة وبرجع بزيد بقدر بتحكم ببقلل وبزيد بكل سهولة من خلال زر السبيد كمان عندي الديريكشن يعني نحنا عنا بنقدر نختار الاتجاه اللي نحنا بنقدر نسوي فيه المساج يعني بنقدر نسوي مساج لأسفل القدم باتجاه وبالاتجاه العكسي مثل ما شايفين أنا عندي هون الدوران نبين معكم لقدام فيها بكل بساطة أغير الاتجاه هلأ راح نشوف اللي المساج صار عندي بالاتجاه الخلفي يعني أنتو بتقدروا تتحكموا بكل شيء بتقدروا تتحكموا بالاتجاه بالسرعة هذا طبعا مو كل شي لأنه هو جهاز زكي يعني مركب بداخله كل البروغرامز اللي كل سيدة ورجل بيحتاجهم لحتى يقدر يحصل على جلسة مساج بالبيت بالمكتب بحياة مكان طبعا نحن مثل ما أنا الفوترفلكسولوجي هو عبارة عن نقاط موجودة بأسفل القدم مرتبطة برجاء من الجسم فنحن إذا عنا واجعة مثلا بالرأس لازم نسوي مساج بطريقة معينة وبتركيز معين على المناطق اللي بتكون موجودة بأسفل القدم لحتى نقدر نستهدف هذه المشكلة ولها السبب الفوتمساجر فيها أربع بروغرامات مختلفة هلأ رح نشوفهم مع بعض بس لازم نحط هنا على زر الأوتو بنشوف عنا أربع بروغرامز بنشوف البروغرام الأول هو خاص بالصحة العامة يعني إذا حابين نعمل استرخاء عام إذا مثلا ما بدنا نستهدف مشكلة معينة هيدا البروغرام بيكون كتير سهل علينا نحن نستخدمه لحتى نعمل مساج لأسفل القدم لحتى يستهدف الجسم كله ونحصل على الاسترخاء اللي بدنا عنا البروغرام الثاني هلأ لو دست مرة تانية على الأوتو بيطلع لي على البروغرام تو هيدا البروغرام هو خاص بمنطقة الرأس الرقبة والأكتاب إذا عنا واجع بهذه الأماكن إذا نمنى بطريقة مننا منيحة البروغرام الثاني هو البروغرام المثالي لحتى نستهدف هيدا المشاكل عنا البروغرام الثالث هو بروغرام خاص للأماكن أو لمنطقة البطن والمعدة والأمعاء يعني إذا عنا وجع أكلنا أكلة منا منيحة كتير مزعوجين مثلا من أكل معين بطلنا منا مرتاحة فينا نستخدم البروغرام الثالث لحتى نستهدف هذه المشكلة ونحس بالاسترخاء وأكيد نتخلص من هذه المشكلة تماما البروغرام الرابع هو بروغرام خاص لمنطقة الأرجل يعني عنا مشكلة بالأفخاد تعبانين وقفنا لوقت طويل سوينا شوبينج لساعات طويلة خاصة نحن السيدات فالبروغرام الرابع هو الأمثل لأنه هلأ اتعرفنا مع بعض على الأوتو هلأ بدنا نروح مع بعض على الكاسيو هلأ بدنا نقسم الإجر مع بعض لثلاث أماكن بدنا نتخيل إنه هيدا هو أسفل القدم بدنا نقسمه لأصابع القدم لبطن القدم أو إنحناء القدم أو القدم كلها إذا ما حابين نمشي على بروغرام معين يعني معنا مشكلة معينة بالجسم بس حابين نسوي مساج لمنطقة معينة بالقدم بكل سولة بنقدر نختار القسم اللي نحن بدنا نعمل له مساج يعني أنا هون بدي أختار الكاسيو بدي أختار التو لحتى أعمل مساج وأستهدف المنطقة اللي هي منطقة الأصابع الموجودة بالقدم إذا بدي أعمل لبطن القدم باختار هيدا البروغرام هيدا الباطن اللي هو عم بقصد فيه اللي هو الإنحناء اللي موجود بالقدم إذا حبيت أعمل مساج لكل القدم في أختار هيدا البروغرام هذه البروغرامات كلها موجودة لحتى تسحل عليكم اختيار البروغرام اللي هو أنتو بتحتاجوا لكن إذا أنتو حابين أنتو ما تخضعوا لبروغرام معين أو ما تساويوا بروغرام معين ممكن أنتو تختاروا المانيول هذا المانيول بيعطيكم حرية أن أنتو تختاروا السرعة اللي بدكم ياها وتختاروا الاتجاه وتقدروا تتلعب وما نكون مؤيدين بوقت هذا أحلى شيء اللي موجود بالفوت مساجرين تقدروا تحصلوا على هذا المساج وينما كنتو بأي وقت الصبح بعد يوم الطويل حتى بالبريك تبعنا بالشغل ممكن نحن نعمل هيدا المساج لحتى نحس بالاسترخاء مثل ما قلنا منهم بقدر بتحكم بالسبيد كمان بقدر بتحكم بالديركشن يعني اتجاه المساج هذه لوحة التحكم كل ياتا موجودة بريموت كتير حلو مميز بالنفس بالزبط الترتيب وبنفس الشكل لحتى تسهل علينا عملية الحصول على المساج يعني ونحن قاعدين ما في داعي نحن نوطي نسوي مساج نوطي ونغير من الأزرار لحتى نحصل على بروجرامز مختلفة بكل سهولة بنقدر نستخدم الريموت لحتى نتحكم بالفوت مساجر بطريقة كتير سهلة وسريعة هذا مو كل شيء لأنه أكيد نحن بنعرف أنه الناحية الصحية وطريقة نظافة الماشين هذا شيء طبعا بهم كل سيدة وبتهم كل رجل هذا الماشين بكل سهولة بنقدر نطفه من بره بفوت عادية وبنقدر نحن نطف الجزء الداخلي نحن بنحط إجرينا فيه هلأ خليني أنا أسكره بده ياخد شوية وقت لا يسكر هلأ سكر عنا هون هيدا السحار بفتحه بكل سهولة برجع بشيل هيدا القطع وبكل سهولة بحطها بالغسالة بغسلها على إيدي وبقدر بركبه مرة تانية وبهيك بيكون الجهاز الفوت مساجر طبعا كتير نظيف وموجود معي بالوقت اللي أنا بحتاجه كمان كتير مرتب وبقدر بحطه بأي مكان وبقدر بكل سهولة نرجع هيدا القطع بكل سهولة المنتج المذهل اللي من خلاله كل سيدة ورجل ممكن يحصلوا على جلسة فوترفلوكسولوجي بأي وقت وبأي مكان وبكل سهولة وكمان بخصوصية لا تنسوا فوترفلوكسولوجي هيدا مصطلح بيستخدمه في مراكز الطب البديل لأنه هو نوع من الطب البديل بيستخدمه مع الطب الدوائي لحتى الجسم يحصل على أكبر وأكثر الفوايد هلا بتقدروا تتخلصوا من وجه الراس وجه البطن وجه الإجر بكل سهولة وبكل خصوصية مع الفوت مساجر موجود معي بالستوديو جويس وخالد خضعوا لجلسة من الفوت مساجر وهما هلا لسه عم يستخدموها بدي أسألهم عن رأيهم فيها شو خبريني جويس كيف لقيت؟ حبيت كتير الماشين مريحة وكمفورتابل وتتحكم فيها مثل ما بديك وقت اللي بديك يعني كمان أنا عم بستعملها لبطات إجرية بتعرف كل نهار بنوقف لبسين كعب بالموليت وبالشغل فكتير مريحة وفي استخدمها وينما كان أصلا فكرة مشاهدينك كل السيدات تقريبا بنقضي يمكن مرة بالأسبوع أو مرتين بالأسبوع شوبينج ومنضل وقت طويل بالمولات ونحن عادينا عم ندور وعم نلفلف لحتى نلاقي الأشي اللي بتعجبنا فطريقة استخدامك لإلا لحتى تعملي مساج للأرجل كمان فكرة كتير زكية ممكن نحن نستخدمها لحتى نعمل مساج شكرا كتير جويس وهلا خالد كيف لقيت المساج؟ حبيتها للمشين طبعا بحكم شغلي وطبيعة عملي سيلز وبوقف مع زبونات عشر ساعات اتنعشر ساعة أحيانا ما عندي الوقت اني انا كمان روح سبا ولا روح عمل مساج لأجرية بس حبيتها صغيرة وخفيفة وريموت كنترول كمان ويعني تيفي قاعدة بغرفة النوم ساعتر تحملها أصلا معك بقدر يخدها معي بالسيارة لو رايح عند حدا وتعبانين إزرائي وحبيت كتير الفكرة ممتازة كتير أنا كنت عم طلع عليك من فترة لفترة لقيتك هيك كتير مسترف المرتاحة أنا كتير ريلاكس أنا مرتاحة يعني أنا كتير مبسوطة أنتوا اليوم استمتعتوا بهذه الجلسة مع الفوت مساجر وإن شاء الله تكونوا ارتحتوا معنا شكرا كتير لأنكم موجودين معنا بعالم التصوير شكرا وأنتم مشاهدين كمان فيكم تحصلوا على جلسة فوت ريفليكسولوجي بكل سهولة مع الفوت مساجر مثل ما قلنا لكم هو حل مثالي لحتى تتخلصوا من العديد من الألام اللي ممكن نشعر فيها في أجسامنا وجع راس وجع بطن وجع بالأكتاف نمتوا بطريقة منا مريحة حسيتوا بتنشنج شوية بالأكتاف فيكم أنتوا تتحكموا بكل شي من خلال البروغرامز الموجودة أذكركم موجودة أربع بروغرامز مختلفة كل بروغرام بيستهدف منطقة معينة بالجسم لأنه بيعمل مساج بالزونز أو بالمناطق اللي هي مرتبطة بهذه الأجزاء في أسفل القدم هذه البروغرامز هي عبارة عن البروغرام الأول برنامج الصحة العامة البروغرام الثاني اللي هو خاص بمنطقة الرأس والرقبة والأكتاف البرنامج الثالث الخاص بالمعدة بالإضافة للأمعاء البرنامج الرابع اللي هو خاص بالأرجل بالكامل ما تنسوا أبدا نحن فينا نتحكم بكل شيء السرعات عنا ثلاث سرعات عنا ديركشنز مختلفين حتى طريقة نظافة الجهاز كتير سهلة الجزء الخارجي منه ممكن نمسحه الجزء الداخلي ممكن نفصله ونرجع نركبه طبعا بعد ما نخسله طريقة كتير مثالية سهل كتير ووزنه كتير مثالي حتى أنا يعني بما أنه السيدات ما كتير بيحملوا إشياء تقيلة أنا بقدر بحمله معي وين ما بدي بقدر بغير مكانه بكل سهولة من المكتب للصالة لكل مكان ما تنسى كمان التقنية المميزة اللي بيشتغل فيها بيشتغل بالتقنيتين عنا تقنية الضغط من الجوانب وتقنية الرولينج أو الدوران من تحت وما ننسى النقاط الموجودة واللي شفتوها بالفوت مساجر اللي هي بتركز على النقاط اللي هي مرتبطة بالأجزاء المختلفة حسب مبدأ الفوت ريفليكسولوجي اللي هو نوع من أنواع الطب البديل المرتبط بالطب الدوائي لحتى تحصلوا على أفضل النتاج بعد اليوم ما في أوجاع في راحة في استرخاء بكل مكان وبكل زمن كل اللي عليكم تسووا لا تنسوا عشان تحصلوا على الفوت مساجر هو إنكم تتصلوا على الأرقام اللي شفتوها وعم تشفوها هلأ أسفل الشاشة لحتى تحصلوا دايما على حياة كلها استرخاء وراحة وأنا بجدد لقائي معكم مع حلقات جديدة ومنتجات جديدة ومميزة مع برنامجكم عالم التصوك اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر